نعم الضفة الغربية تقريبا في حالة من الحصار الكبير معظم الحواجز الإسرائيلية مغلقة وهناك تجديدات كبيرة على الحواجز أيضا هناك إغلاق لمعبر الكرامة المعبر البر الوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون للصفر إلى الخارج هناك تجديدات عسكرية كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي يستعد الفلسطينيون في هذه الأثناء لتشييع جثمين سبعة من الفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي يوم أمس وخلال هذه الليلة خلال مواجهات عنيفة شهدتها المدن الفلسطينية عكبة تظاهرات خرجت إلى نقاط التماس مع المستوطنات أو مع الجانب الإسرائيلي في مدن الخليل ورامالله واريحة وقلقيليا ونابلس وما زالت هذه الدعوات للتظاهرات متواصلة حتى هذه اللحظة هناك أيضا مساء هذا اليوم نتوقع أن نشهد مزيد من هذه التظاهرات المتضامنة مع قطاع غزة أيضا هناك حالة من الإضراب الشامل في الضفة الغربية الحياة شبه مشلولة المتاجر مغلقة المدارس مغلقة المؤسسات الحكومية مغلقة هناك إعلان للإضراب العام حدادا على أرواح الضحايا هناك أيضا شبه حركة مشلولة بين المدن خشية من بعض الهجمات التي ينفذها مستوطنون على مركبات الفلسطينيين شاهدنا يوم أمس بعض هذه الهجمات على قرى مثل ياسوف أو كسرة وغيرها من القرى جنوب مدينة نبلس وما زلنا نشهد ونركب بعض الدعوات التي يتدولها المستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي التي تدعو لتنفيذ عمليات انتقامية ضد أهداف فلسطينية هذا ما يخلق الفلسطينيين بشكل كبير سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي هناك دعوات لتفعيل لجان الحماية الشعبية لمواجهة أي هجوم قد ينفذه المستوطنون في الضفة الغربية أو في مدينة القدس ضد الفلسطينيين هذه تقريبا مجمل الأحداث الجارية على المستوى السياسي القيادة الفلسطينية تحاول بدل جهود سياسية وجهود أيضا ميدانية بشأن ما يجري حول الجهود الميدانية هناك محاولات لتزويد مستشفيات قطاع غزة ببعض المستلزمات الصحية وهذه المستشفيات تعاني من نقص حاد في الكثير من المستشفيات اللازمة لمعالجة الجروح الكبيرة الناجمة عن الغراط الإسرائيلية المتواصلة أو الاشتباكات في أنحاء غزة هل نجحت بعض المحاولات عبد الحقيق في إدخال المساعدات الطبية على الأقل إلى داخل غزة؟ هناك محاولات كما ذكرت من السلطة الفلسطينية لإدخال المساعدات على الأقل الطبية إلى القطاع هل نجح البعض منها؟ لا حتى الآن من خارج حدود قطاع غزة مستحيل لأن معظم معابر قطاع غزة مع إسرائيل ومع الضفة الغربية مغلقة بشكل كامل هي مناطق عسكرية ومناطق اشتباكات مسلحة وبتالي الحركة التجارية وحركة دخول الشاحنات بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة تقريبا متوقفة بشكل كامل طيب بأي طرق تحاول؟ بأي الوسائل؟ منفذ رفح مع الجانب المصري ولكن هناك بعض المخازن نعم هناك بعض المخازن الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية الموجودة في رمالة موجودة في قطاع غزة هناك محاولة للتنصيق يعني نعرف أن هناك انقسام بالتأكيد يؤثر على العمل الحكومي المختلف في غزة أو في الضفة الغربية هناك محاولة لتنصيق على الأقل الجهود الحكومية الخاصة بموضوع الصحة وبالتالي إدخال بعض المستلزمات الصحية من بعض المستودعات التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة وتزويد المستشفيات أو حتى موضوع نقل المستلزمات الصحية إلى المحافظات في قطاع غزة هو ليس بالأمر الهين مع هذا القصف وبالتالي هناك تنصيق مع الأنروا أو مع الصليب الأحمر لمحاولة وصول أو إيصال هذه المساعدات إلى معظم المستشفيات في قطاع غزة ماذا عن المحاولات السياسية؟ كنت قد أشرت إليها هناك محاولات من السلطة الفلسطينية لإدخال مساعدات ومحاولات أخرى لمحاولة التهدئة داخل قطاع غزة ماذا عنها؟ نعم هناك اتصالات مع الجانب المصري والجانب الأردني ومع أطراف دولية لمحاولة الحد من التوتر الجاري وإن كانت السلطة الفلسطينية على قناع على ما يبدو أن هذه المرة مختلفة تماما وليست كسابقاتها لا نتحدث عن تصعيد وإنما نتحدث عن حرب وهذا ما أعلنت عنه إسرائيل وتحدث به نيتنياهو بشكل علني أننا في إطار حرب وبالتالي الحرب في قطاع غزة مختلفة عن الضفة الغربية في الضفة الغربية الموضوع مختلف تماما المستوطنون تقريبا يجاورون الفلسطينيين في معظم القرى والبلدات وبالتالي حرب أن تنتقل إلى الضفة الغربية سيكون أثارها دموي وأثارها هائل جدا وبالتالي القيادة الفلسطينية تحاول على أقل إبكاء الاستقرار في الضفة الغربية وعدم توتر الأمور لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات